على مدى سنوات ممتدة وحكومات متعاقبة في العراق ظلت المنافذ الحدودية المشتركة مع دول الجوار بوابة مشرعة للفساد عبر عمليات التهريب والرشا والإتاوات والأساليب الأخرى التي تتبعها قوى نافذة وتسخرها لمصلحتها للعراق 22 منفذا بريا وبحريا مع جيرانه الستة المحيطين به إلا أن المنافذ العاملة حاليا هي سبعة فقط هذا عدا عن المنافذ غير الرسمية والمنافذ الجوية المتمثلة في المطارات وتمارس هذه المنافذ نشاطا تجاريا دائما لا ينقطع حيث يستورد العراق كل ما تحتاجه السوق لا سيما وأن المعامل العراقية قد توقفت منذ الاحتلال الأمريكي عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد أن التقديرات التخمينية تشير إلى أن إرادات المنافذ الحدودية تتراوح من 12 إلى 16 مليار دولار سنويا لكن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من مليار دولار ما يعني فقدان أكثر من 10 مليارات دولار على الأقل سنويا وذهابها لجيوب الفاسدين ويؤكد مسؤولون وبرلمانيون أن أحزابا وميليشيات وحتى بعض العشائر تتدخل في شؤون المنافذ الحدودية لكن لكل حزب وميليشيا دور مختلف فأحزاب تتورط في تهريب وبيع النفط وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران وثالثة لها أنشطة تتعلق بالحصول على إتاوات من التجار واحتكار المنتجات وطرق توزيعها ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية يعود الحديث عن فساد المنافذ فعلى عكس الدول الريعية الأخرى لا يمتلك العراق مدخرات أو صندوقا سياديا يكتنز فيه فائض إيراداته من النفط كي يستعين بها عند الحاجة فإيراداته النفطية تقتسمها الإقطاعيات السياسية ولذا يواجه صعوبة مالية كلما تدنت أسعار النفط ولا تقتصر المشكلة في كيفية منع الفساد بالمنافذ الرسمية إنما في كيفية احتواء عشرات المنافذ الأخرى التي تعمل حاليا دون تخويل الرسمي ورغم الشعارات التي ترفعها الحكومات المتعاقبة لمكافحة الفساد ظلت المشكلة تراوح مكانها بوجود شركاء في الفساد من مسؤولين رفعية المستوى وقوى لديها سلطة تفوق سلطة الدولة تتحكم في موارد البلاد وثرواتها